كيف تحقق نتائج إيجابية؟ أولاً شكراً على هذه المتابعة لكم القيمة ليس للمباراة فرق التفاق المراكوشي كما شاهدت الجامعة مباراة اليوم ندخلناها و نعرف الأهمية كانت مهمة لنا الكثير من هذه النقاط اليوم لذلك في الأدوار الأخرانية جميع الفرق لتحقق نتائج إيجابية نحن حاولنا ما أمكان بعد مباراة الويداد نتخلصهم الضغط و النتائجة حاولنا ما أمكان نتكلموا على لاعبين و كذلك نحن نتكلموا على لاعبين لكي نحن نتكلموا على الصعود و هاة ثلاثة النقاط اللي أكيد ستقربنا من الصعود أكثر الحمد لله كما شاهدوا المباراة هذا الفريق بواحدة جدية ما كانش ذاك الوريتم المعهود علينا في الجل مباراة اللي لعبناها ولكن هذا راجع الظروف الرمضانية ولسيما فاد اللعب في وسط النار كنا نتمنى أننا اللعبوا بعد الإفطار ولكن ما أمكانش الأهم اليوم هو ثلاثة نقاط بدنا واحد مجهود كبير مشكوري اللاعبين على القتالية حاولنا مأمكان نتجارة والمباراة بشوية بشوية ما نحاول بشي يكون ذلك التسرع ذلك التسرع أمام المرمى ولا التسرع في العجمة دينا الحمد لله الخطة باش لعبنا اليوم كانت في المستوى وجارينا المباراة بشوية بشوية و كنا نستعلوا ثلاثة نقاط قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي